اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حواري فرنس 24 مع الكاتبة والصحفية سامر يزبك سيدة يزبك مرحبا بك مرحبا ذكر أنك كاتبة وصحفية سورية تركتي سوريا وأنت الآن قررت الاستقرار في باريس ربما ما الدافع ليس الاستقرار بقاء مؤقت الحقيقة الدافعة حاليا كان عندي رغبة أنقل ما يحدث في الداخل السوري إلى العالم نقل حقيقة ما يحدث وما حقيقة ما يحدث؟ ما طبيعة ما يحدث؟ ومن هو المسؤول عنها اليوم في سوريا؟ أولا هناك بعض المغالطات التي يروجها الإعلام حول حقيقة التظاهرات أو حركة الاحتجاجات أو كيف بدأت؟ في البداية أولا أريد تركيز على مسألة أن هذه التظاهرات هي تظاهرات سلمية بالمطلق قام بها الشعب السوري رافضا الزل رافضا الطريقة المهينة التي يعيش بها ومطالبا ببعض الإصلاحات بدأت القصة عند هذه النقطة ولكن كان هناك طريق التعامل الوحشي عنيف من قبل الأجهزة الأمنية بما أدى إلى سقوط قتلى وجرحة وإلى آخره واعتقالات والكل يعرف ذلك بعد ذلك انتقلت مطالب الناس من مطالب إصلاحية إلى أسقاط النظام فازداد عنف النظام وازداد القمع الوحشي على المتظاهرين المتظاهرون في سوريا بقوا سلمين حافظوا على سلمية الانتفاضة رغم القتل اليومي والممنهج والاعتقال والترويع والتخوير من يتحمل المسئولية مباشرة عن ذلك اليوم في سوريا؟ النظام السوري ممثلا بالأجهزة الأمنية وبعض من يقود أركان النظام السوري ولما نجد نظرك طريقة هذه التعامل هذه الطريقة الوحشية في التعامل مع المتظاهرين؟ أنا أعتقد أنك لا تستطيع أن تسأل هذا السؤال لمن يحكم سوريا حاليا لأنهم يعتقدون أن هذه الطريقة الأصحة لقمع الاحتجاجات بينما كانت في البداية مجرد إصلاحات تقضي بإعطاء الناس كرامتها أعطاء الناس حقوقها في العيش الكريم وفي حريتها وإلى آخره كان يقتضي أن تقف هذه الانتفاضة عند سقف معين لكن أنا أعتقد أن الرؤية الغير السياسية ناضجة من قبل النظام هذا أولا ثانيا اعتماده على أجهزة أمنية هي أجهزة أمنية متغولة في المجتمع السوري منذ عقود طويلة وهي تدخل في حياة الناس وتذلهم وترعبهم وتجعل منهم كائنات غير إنسانية أعتقد أن هذا السبب هو الذي جعل النظام يتمادى في وحشيته وهو أراد جر المتظاهرين أيضا إلى أن يحملوا سلاحا وأن يطلقوا النيران على رجال الأمن أو الجيش هل حدث هذا؟ أن هناك مخاوف من عسكرة ربما هذه الانتفاضة السلمية أو مذهبتها وسنعود إذا صح التعبير إلى هذا ولكن هذه النقطة عسكرة هذه الانتفاضة السلمية هل حدث هذا الأمر كما يقول النظام السوري؟ حتى الآن لم يحمل المتظاهرون لم يحمل السلاح لم يحملوا السلاح وهو أعتقد أن الوحشية المفرطة واليونية التي يتعامل بها هذا النصام في قتل انتفاضة شعبه وفي قتل ناسه وأهله هي السبب الأساسي بها هو جر المتظاهرين إلى حمل السلاح المتظاهرون لم يحملوا سلاح السوريون مصرون على سلمية انتفاضتهم على أخلاقية انتفاضتهم وعلى شجاعتها بنفس الوقت ربما هناك صورة أخرى تثير استياءك حتى في وسائل الأعلام خاصة لدى قدومك إلى باريس وهي منقلت وسائل الأعلام بعنوان كبير علوية ربما تنتفض ضد الأسد ونحن نعلم أن الشعب السوري واحد غير قابل للقسمة ولكن ربما هذا التوصيف أسألك نوعا ما طبعا استأت من كلمة فرار واستأت من كلمة علوية ولكن الإعلام أحيانا يجعل من الأشخاص مواد الشعب السوري فعلا واحد هناك مأزق أخلاقي يعيشه الشعب السوري أن النظام يحاول جر الطائفة إلى صفه يحاول أن يجعل منها صورة طبق الأصل له وهذا أمر لم يفلح به بالكامل لأن هناك الكثير من الناس الذين وقفوا مع الانتفاضة من هذه الطائفة صحيح أن الغالبية منهم تقف معه ولكن نتيجة الترويع ونتيجة الإعلام الكاذب الذي روج له النظام ونتيجة الطعم بشخصيات التي تنتمي إلى هذه الطائفة والتي وقفت إلى جانب الانتفاضة الطعم بها والتشيير بها وترويعها إلى آخره أنا لن أقول لك أن المجتمع السوري لا يوجد فيه طائفية المجتمع السوري لعقود ربية النظام الاستبدادي الذي عاش فيه السوريون لسنوات طويلة ربا لديهم هذه الطائفية ولكنها لا تتجاوز تنظيم علاقاتهم وحياتهم ولا تصل إلى مرحلة الحرب الطائفية حاول النظام أن يجر السوريين إلى حرب طائفية حتى الآن لم يفلح لكن تحديدا في هذا السياق لأول مرة في تاريخ حزب البعثة الحاكم منذ حوالي نصف قرن تقريبا في سوريا تم تعيين وزير الدفاع من الأقلية المسيحية يعني على ما يراهن الأسد في ذلك يراهن على زج المسيحيين في الحرب في الحرب التي يريد افتعالها بينه وبين الشعب أنا أعتقد أن زج شخصية من الطائف من ديانته مسيحية هو زج المسيحيين لتحميله المسؤولية لحقين هو نظام يعمل على إثارة الكراهية بين أبناء الشعب السوري ولكنه حتى الآن لم يستطع أخشى ما أخشى نتيجة هذا التوحش اليومي المتزايد أن يفعل فعله تكون هناك مواجهة مع الأغلبية السنية يعني حتى الآن لم يفلح هناك شيء استثنائي وخارق يحصل الآن في سوريا انتفاضة شجاعة واعية أخلاقية طهرانية بالمعنى أنها حتى الآن لم تنجر إلى فعل الانتقام حدثت بعض حوادث فردية جدا النظام يروج لها على أن هناك عصابات مسلحة أو أن هناك مسلحين أو أن هناك سلفيين أو إلى آخره ما يحدث في سوريا أن الشعب السوري يريد نيل حريته وكرمته ومن أجل نيل هذه الحرية تحدثت ورويتي قصصا ربما تقشعر لها الأبدان عن عمليات التعذيب والعلمة يحضروني الآن أبرزها قصة براد الموت أو ثلاجة الموتة هل لنا نعود ربما إلى هذه القصة هذه قصة من قصص كنت أجري حوارات مع الناس الذين كانوا موجودين في التظاهرات والذين كانوا يتعرضون للقتل والاعتقال فكنت أجري معهم حوارات بين وقت وآخر وقد روى لي أحدهم هذه الحديث أنها حصلت في درعة فعلا ما هي هذه الحديثة الحديثة أن هناك جثة قيل أنهم وجدوها ووجدوا في البراد الذي وضعت فيها هذه الجثة مكتوب بالدم أن هذا الميت الذي مات أرسل سلامه إلى أمي وضعوني هنا وأنا حي سلامي لأمي هذه أحد الحوادث وأعتقد هناك فضاعات كثيرة لم يفصح عنها وأعتقد أن الزمن القادم سيفصح عنها حدثنا ربما عن دور الرجال في المظاهرات وللمرأة السورية دور هام جدا سواء المرأة المثقفة أو العاملة وحتى ربت البيت في هذه الانتفاضة السلمية ما هو هذا الدور؟ أنا في التظاهرات التي كنت أخرج في بداية الشهرين في أوائل الانتفاضة كنت أخرج وكنت أرى النساء حسب هناك مناطق لا تخرج بها النساء أولا نتيجة العنف لأن كان الرجال يخشون على النساء فصارت النساء لا تخرج لأن هناك عنف كبير يقابلنا به فلم يخرجنا ولكن في قلب دمشق كانت هناك تظاهرات تخرج بها النساء والرجال مجتمعات هناك صحفيات يعملنا ليلة النهارة من أجل نقل الأخبار الآن هناك مثقفات يكتبنا هناك أمهات يعملنا من أجل أولادهن وأولاد غيرهن المرأة من السورية موجودة في الانتفاضة قد بين قوسين طبعا قد تبدو أنها غير موجودة خاصة في المناطق الأكثر فقرا يكون التشدد فيها الديني غالب أكثر فنرى النساء كلهن محجبات وإلى آخره هذا أمر آخر ولكن في المدن حيث تخرج المظاهرات الطيارة النساء يخرجنا سوية مع الرجال ولكن بالكاد يتجمعنا دقائق حتى ينبت رجال الأمن من الشوارع ويبدأ الاعتقال ويبدأ الضرب نعم كمرأة سورية هل يحدك الأمل في العودة مجددا إلى سوريا وفي أي الظروف؟ طبعا تعود في أي الظروف؟ أظن أنها ستكون ظروف أفضل بكثير يعني البلد الآن أنا اليوم نحن نتحدث المدن تقصف الناس تعتقل وتموت ولكن أعرف شيئا واحدا أن الشعب السوري لن يعود إلى ما كان عليه وأن الدموية والهمجية والتوحش الذي يفعله النظام في شعبه سيكون له حدود أشكرك جزيلا شكرا الكاتبة الصحفية السورية سامر يزبك في حوار فرانس 24 ختام حوار فرانس 24 مشاهدين الكرام شكرا وإلى اللقاء